كشف رئيس الهيئة العام للطيران المدني عبدالحكيم التميم بالاخبارية عن مرح منسوبة الطيران وفني صيانة الطائرات والمراقبين الجويين السعوديين رخصا مدى الحياة كما هو معمول به في الدول المتقدمة في مجال الطيران ما صدر من الهيئة خلال اليومين الماضين كان هو إعطاء الكادر السعودي اللي هو الطيار أو المهندس السعودي الفرصة والجاذبية للشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة العربية السعودية أن هذا الكادر لا يحتاج إلى تجديد رخصته فلذلك يوفر على الشركة المال ويوفر عليها أيضا الجهد وأيضا يضع مسؤولية على هذا الطيار أو هذا المهندس أن يكون حريص على اتباع اللوائح والأنظمة الخاصة في الطيران